اللي في الصورة دي اسمها مونا فندي مطربة ماليزية كانت مشهورة في فترة التامينات لكن قصتها من اكتر قصص الرعب اللي ممكن تسمعها في حياتك 1956 اتولدت مازنة اسماعيل وده اسمها الحقيقي ولما كبرت في السن شوية كان نفسها تشتغل مطربة وعملت اكتر من تجربة في المجتمع الماليزي لكن غالبا معظم التجارب اللي عملتها كانت دايما بتفشل وفترة التامينات انتجت اول البوم موسيقي ليها لكنه برضو فشل وفي الفترة دي اتعرفت برجل اعمال اسمه محمد فندي الراجل ده كان مؤمن بموهبتها جدا وهو السبب الرئيسي انه يغير اسمها من مازنة اسماعيل لمونا فندي ومن اللحظة دي بتبدأ قصة مونا فندي تتغير تماما محمد فندي بعد ما اقتنع بيها كموهبة غنائية انتج لها اكتر من اغنية لكن برضو كانت دايما بتلاقي الفشل طريق سابت في حياتها لحد ما عرفت ان ممكن عن طريق اعمال السحر تحقق كل اهدافها واحلامها وتبقى مطربة مشهورة وبدأت تتعرف على ساحر متخصص في اعمال السحر الاسود وبدأ يعلمها كل الاسرار والتلاصم اللي تقدر من خلالها تحقق اي حاجة هي نفسها فيها وبعد ما مونا فندي اتعلمت اعمال السحر كويس جدا بدأت تنسى حلمها الرئيسي في الغناء وفي الموسيقى وبدأت تركز في انها تكون متخصصة في اعمال السحر وبدأت تحقق شهرة كبيرة جوا ماليزيا بانها واحدة من اهم واشهر المعالجين الروحانين وفتحت مكتب خاص بيها وكان بيساعدها محمد فندي جزها في المكتب ده نتيجة للعائد المادي الكبير اللي كان بيدخل لهم بسبب اعمال السحر اللي مونا فندي بتعملها للناس واللي كانت بتاخد مقابل مادي كبير جدا مقابل كل عمل سحري كانت بتعمله للناس مونا فندي اتطورت في اعمال السحر جدا لدرجة انها تخصصت في اعمال السحر الاسود وكان بيجي لها ناس من مناطق كتير ومن دول كتير بعيدة جدا عن مكان سكنها لانهم كانوا بيسمعوا عنها كويس جدا انها كانت بتعمل اعمال سحرية نجحة جدا وانها كانت بتحقق كل مطالب الناس اللي بيجي لها عن طريق اعمال سحرية وطلاصم وكل الناس اللي قابلوها في الفترة دي كان بيأكدوا ان ملامحها بقت اقرب للشيطان وان اكتر من بني ادم قعد تكلم معاها كان دايما بيلاقيها بتنطق بكلمات او بطلاصم غريبة ملهاش اي تفسير لانها بتكلم حد موجود بس في خيالها الفترة دي قدرت تحصل على ثروة كبيرة جدا من الناس وغيرت حياتها تماما واشترت اصر كبير موجود الى الان في ماليزيا وكان معروف عنها انها تقدر تعمل اي حاجة عن طريق السحر وكان عندها قوة هائلة في الاقناع والتأثير على الناس ولان زوار مونة فيندي كانوا من طبقات مختلفة جدا من المجتمع وكانوا يعتبروا من الطبقات الرقية والعالية جدا في المجتمع الماليزي كانوا دايما بيطلبوا ان شكل اللقاءات تتم بشكل سري وده اللي خلاها لما تاخد الاصر بتاعها تعمل اكتر من باب سري محدش يعرف يوصله اللي هي وجوزها والمساعد الخاص بتاعه وده كان بيخلي الناس اللي بيقولها من اصحاب المناصف او الشخصيات العامة والمعروفة هناك بيقدروا يدخلوا لها بمنتهى البساطة لان الموضوع هيكون في منتهى السرية لحد ما جي اليوم اللي غير حياة مونة فيندي تماما واحد من الشخصيات السياسية والمثقفة جدا في المجتمع الماليزي اسمه مزلان محمد كان نفسه يتولى منصب حكم البلاد وسمع كتير عن مونة فيندي انها تقدر تحقق اي امنية عن طريق السحر تواصل معها بشكل سري وطلب منها انه محتاج اي طريقة سحرية تساعده ان يمسك حكم البلاد في ماليزيا مونة فيندي ردت عليه انها محتاجة يومين خلال اليومين هتتواصل مع الارواح والشياطين وتسألهم عن انسب طريقة او انسب عمل سحري يساعد مزلان محمد علشان يمسك حكم البلاد مونة فيندي قعدت مع جزهة ومع المساعد الخاص به وقالت لهم ان دي فرصة العمر وان هما يقدروا يطلبوا اي مبلغ مالي كبير في سبيل ان هما يحققوا له العمل السحري ده لكنها حاولت مرة واتنين تتواصل مع الجن والشياطين لكنها فشلت وانها محتاجة لطريقة جديدة تقنع بيها الراجل ده انه يدفع الفلوس وانه يكون مقتنع بان اللي هو هيعمله ده عبارة عن طلاصم سحرية تساعده على ان هو يتولى منصب حاكم البلاد مونة فيندي تواصلت مع مزلان محمد بشكل سري وبلغته انها محتاجة مبلغ يقارب للمليون دولار وقالت له انها قدرت تجيب القبعة والعصى الخاصة بالرئيس الاندونيسي الاسبك سوكارنو وان الرئيس الاندونيسي الاسبك كان عامل طلاصم في القبعة بتاعته وهي دي ان خلته يقدر يمسك حكم البلاد في اندونيسيا ومن خلال التلاصم اللي موجودة جواهم هتساعده ان هو يمسك حكم البلاد في ماليسيا مزلان محمد وافق على طول واتفق معها ان هو هيجيلها القصر بشكل سري من غير ما حد خالص يعرف وفعلا طلبته علشان يجيلها تان يوم عشان يعمل جلسة اسمها تطهير الروح الجلسة دي هتساعده ان هو يطرد كل ارواح الشريرة اللي موجودة حواليه او جواه وان هو يستدعي ارواح تانية خالص هتساعده على تحقيق حلم طلبت منه ان هو ينام على السرير محطوط عليه كمية كبيرة من الورد وكان حاضر الجلسة دي جزها محمد فندي والمساعد الشخصي بتاعه ومجرد من الراجل نام على السرير المساعد الشخصي طلع السيف بتاعه وفصل راسه عن جسمه وبعد ما مات قطعه جسمه لتمنتاشر قطعة والتمنتاشر قطعة دي معروفة في احد الاعمال السحرية السفلية انها بداية اخطر اعمال السحر واللي جاي اصعب بكتير منا فندي قررت انها تتحالف بشكل كامل مع الشيطان وان الشيطان طلب منها انها تاكل من لحم بشري وقدرت تستغل الموقف ده في ان الراجل جايلها بشكل سري ومحدش يعرف خالص انه جايلها الاصر فقتلته وتقطع لتمنتاشر قطعة وفعلا هي وجزها والمساعد بتاعه كله من لحم الراجل ده علشان يقدروا يوصلوا لاخطر مراحل السحر منا فندي وجزها والمساعد الخاص بيه خدوا الفلوس بتاعت الراجل وبدأ يصرفوا منها وغيروا كل حياتهم تقريبا والراجل اللي اسمه مزلان محمد اختفى تماما في ظروف غمضة وكان كل المجتمع الماليزي مش قادر يعرف هو اختفى راح فين بعد كذا شهر من الحدثة دي مساعد الشخص ده كان راكب العربية وكان ماشي في اتجاه خاطئ ورجال الشرطة وقفوه علشان هو ارتكب خطأ مروري الراجل من كتر ما كان عارب انه عمل جريمة افتكر ان رجال الشرطة موقفينه علشان خاطر الجريمة دي واول ما وقفوه وسألوه انت مالك متوتر ليه اعترف بكل حاجة وقعد يقول لهم ان ملوش زنب في اي حاجة وقال لهم على القصة بالكامل حصل فيها ايه ودلهم كمان على مكان جسة مزلان محمد وكل ده حصل بالصدفة قوات الشرطة طلعت بسرعة على قصر مونا فندي وابدت عليها وابدت على جزها وفعلا لقوا بقايا جسة مزلان محمد موجودة جوه الاصل لكن كمان لقوا حواليها مجموعة كبيرة من التلاصم والتعويز السحرية الغريبة الغريب ان لحظة القبضة على مونا فندي وطول فترة المحاكمة كانت دايما بتتحك للكاميرات ومبتسمة بطريقة غريبة ملهاش تفسير مستحيل تكون دي واحدة دخلة تتحاكم في قضية اك كانت دايما بتروح كل المحاكمات وهي مبتسمة وسعيدة جدا لكن حكم الاعدام تنفذ في مونا فندي وجوزها والمساعد الشخصي ليه سنة 2001 ويوم الاعدام مونا فندي قالت للناس اللي وقفين حواليها انها مش هترحل وهتعدلهم من تاني اسر مونا فندي موجود لحد النهاردة وناس كتير جدا من اللي زاروا الاسر اكدوا انهم بيسمعوا اسوات غريبة وبتظهر صورة مونا فندي دايما متحركة في المرايات اللي داخل الاسر والاسر حاليا معجور لكنه لسه موجود والناس بتروح تزوره سلام عليكم